اهلا بحضراتكم هنتكلم معاكم دلوقتي في يوم عالمي له اهمية الحقيقة وبيوافق كل عام يوم 6 نوفمبر من كل عام واليوم ده بيهتم بالبيئة وتحديدا منع استخدام الصراعات العسكرية في المساس بالبيئة الحفاظ على البيئة وعدم دخولها كطرف الصراعات العسكرية موضوع في غاية الاهمية هنتناقش في هذا الموضوع من جوانب متعددة من خلال لقاءنا مع ضفنا في هذه الفقرة دكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئة اهلا وسهلا فندم ومشرفنا شكرا جزيلا لوجودك معنا اهلا وسهلا وشرف لي واهلا باستاذ المشاهدين يعني الحقيقة الهدف من هذا اليوم له معنى كبير جدا منع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية وبيطرح عدد من التساؤلات اولها هو ممكن الصراعات والحروب لليها صفة يعني عسكرية تكون بتستهدف البيئة بما لذلك من اخطار كبيرة على حياة الانسانية كلها اه طبعا ده اكيد وحضرتك ذكرت طبعا يوم 6 نوفمبر اتحدد اليوم دوا في سنة 2001 بص يعني انا عايزة اديك نوبزة عن التاريخ ليه لانه جيه بعد احداث ستمبر اللي هي 9-11 على طول بعدها في شهر اقل من شهر قرر المجلس الامن والامر المتحدة ان هما ليه لانهما كانوا متوقعين ان امريكا طبعا بعد اللي حصل ناوية ان هي تتخش في حروب جامدة فبالتالي قرروا هذا قرروا ليه لانه ما فيش حرب الا بتمس البيئة بضرر كبير جدا وفيه استلاح كده في العسكرية يقولك الارض المحروقة ايه فالارض المحروقة ان احنا يعني بعد ما نمشي نجيب عليها وطيها دي طبيعة الحروب لكننا يعني كان المغزم السؤال هل يمكن من خلال الحروب والصراعات العسكرية ان يبقى هناك استهداف للبيئة يعني انا قصد ايه فيه حاجات بتكون زي ما بنقول كده طبيعة الامور لكن مسألة ان يبقى فيه صراعات عسكرية بتستهدف البيئة هو ده اللي بيستوقفني ايوه ما هي بتستهدف البيئة بنواحي كتير انا عايز اديك امثلة على هذا ايوه يعني مثلا سنة 45 احنا عارفين طبعا القنابل الزرية هيروشيما والنجازاكي طبعا لغاية دلوقتي لغاية دلوقتي الاولاء الاطفال بيتولدوا مشوهين صحيح والكانسر لسه موجود نعم واديك بقى ملحوظة يعني مفجعة ان لسبعمائة مليون سنة قدام موجود هتربى الاطفال بتاعة بتاعة فالموضوع خطير جدا طب مثال اخر سنة 75 وفي حرب فيتنام امريكا كان صعب عليها ان هي تلاقي المقاتلين اللي هي بتقاتلهم في فيتنام من كتر الغابات اللي موجودة هناك فابتدوا يرشوا بطائرات مادة اسمها الدايكسين الدايكسين دي عشان تقتل النباتات وتخلي فيه رؤية ليهم لغاية دلوقتي اثار هذه المادة موجودة على البيئة وعلى المية وعلى المزرعات وكل الحاجة طيب هنروع بعيد ليه في مصر احنا عندنا 22% من الالغام اللي موجودة في العالم منطقة السهل السمال للعالمين باي الحرب العالمية التانية لسه مخلفة لنا هذه المخلفة انا كنت بالمناسبة مثلا ماسك مدير مشروع لأكبر خط غاز جاي من الصحراء الغربية اللي عمره كنا وظفنا الجيش ان هو ينشي قدامنا في مناطق معينة عشان ينقل الغام في الحتة دي يعني الاراضي دي ان انت بتعرف تزراعها ولا عارف القتل فيها طبعا الامفجرات اللي بتحصل وتشوها فدي امثلة لاستخدام البيئة في الحرب انك انت خلاص الحرب خلصت ولازالك الاثار مستمر يعني معنى كده اذا ان بيبقى عادة في الحروب والصراعات العسكرية هناك استهداف للبيئة يعني بشكل او باخر مع طبعا اختلاف درجاتها يعني اختلاف درجاتها من حيث الخطورة يعني اذا قلنا القنابل الزرية ده يعني او الطاقة النووية او الحرب النووية دي اعلى يعني درجات استهداف البيئة بياليها بقى الحاجات الطيب هل هنا نقدر نقول ان اشكال الحروب اللي هي الاسلحة الكيموية والاسلحة البيولوجية والحاجات دي نقدر ان احنا ايضا نضحها في هذا الاطار استهداف البيئة من خلال الصراعات والحروب اشتركوا في القناة 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 لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول 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 الله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ده بقى سؤال مهم جدا طب إحنا نعمل إيه علشان على فكرة أنا عايز أقول لك ملحوظة كده بس للناس تبقى عارفة أن القعدة في التاريخ الإنساني هي الحرب الاستثناء السلام هو سلام يعني لو ده حسن التاريخ الإنساني على مدار التاريخ هنلاقي الحروب هي السمة الأساسية لتأسيس الدول واستقرارها والحاجات لازم تكون في حرب قبلها السلام ده استثناء فبالتالي السؤال بقى اللي بيطرح نفسه دلوقتي هو واللي حضرتك قلته إزاي أحافظ على البيئة في وسط الحروب طيب الأمم المتحدة جاءت سنة 77 وعملت فقرتين زيادة على اتفاقية جينيف اللي هي كانت سنة 49 لأ طب قبل بس الأمم المتحدة عملت إيه أشكال الحروب اللي هي غير تقليدية يعني زي الحروب البيولوجية والحروب الكيميائية واللي احنا شفناها مثلا في بلد شقيق زي سوريا مثلا استخدام الأسلحة المحرمة دوليا والحاجات دي كلها تمام الحروب بيقولوها بيسموها بالجيل يعني الأجيال الحروب الجيل الأول هو الحرب بالسيف الجيل الثاني هو الحرب بالبرود تدينا نستخدم البرود والقنابل والسواريخ الجيل الثالث وهنا وقف بقى الجيل الثالث اللي هو استخدام أسلحة الضمار الشامل مع بداية القنبلة زرية فابتدت بقى الأمم المتحدة تحط الأوايح وقوانين فالجيل الثالث حصل فيه تجمد لفترة طويلة ان احنا خايفين ان احنا الجيل الثالث ده هو اللي هو ممكن يضمر خش بقى في أسلحة نووية وبيولوجية وكيموية وكل الحاجات اللي احنا خايفين منها المحرمة دوليا يفترض المحرمة دوليا بالقانون بتاع الأمم المتحدة سنة 77 بعد اتفاقية جينيف في اتفاقية جينيف لقوا ان برضو مش بس انا عايز اوقف الجيل الثالث لا انا عايز احافظ على البيئة فحطوا فقرة خلينا اقراء لك بس لاني جبتها من اتفاقية الأمم المتحدة ان الفقرة 35 و 55 بتقول ايه؟ يحذر استخدام وسائل واساليب للقتال يقصد بها او يتوقع منها ان تلحق بالبيئة الطبيعية اضرارا بالغة واسعة الانتشار وطويلة الامد خلاص نفسر بقى الكلام ده في ايه؟ اولا اذا كان ولابد ان احنا هنتقاتل هنتقاتل اولا بايه؟ بالجيل الثاني خلاص مش هنخش للجيل الثالث لسه هكلمك في الجيل الرابع او الخامس طبا طبا خلاص يعني احنا ما بنتكلمش على الماضي يعني احنا بنتكلم في الحاضر وقبال حضرتك طبعا محرم تماما استخدام اسلحة الجيل الثالث اللي احنا تكلمنا فيه خلاص تاني او يعني من ضمن النقاط اني انا ما عملش سياسة الارض المحروقة يعني ايه الارض المحروقة؟ يعني عندي زرع ما استخدملوش اي مواد تتموت الزرع ده لاجيال ميا الحيوانات الحاجات دي كلها دي بره الحرب بتاعتي انا بقاتل مفروض انسان بيقاتل انسان بس هذا الشرف في الحروب غائب الحقيقة ثم يعني ملاحظة اخرى ان هذه البنوت في القوانين الدولية تنفذ يعني على الدول الضعيفة لكن القوى الكبرى يعني اسمح لي ما فيش الكلام ده بتعمل ليه يا عيزاء يعني ما هو انا قلتلك يعني بداية الكلام كان في 6 نوفمبر كان سنة كام؟ ألفين واحد نعم ليه لان الدول الكبرى برضو حست ان امريكا مع التوتر اللي حاصل وكان جورجو بوش اللي ماسك الموضوع ان هي حتخش تفجر الموضوع كله يعني وخصوصا انه كان بيقال في ذلك الوقت ان في اسلحة نووية واسلحة ضمار شامل في العراق وفي غيرها فبالتالي انا لو انا دخلت فممكن ان هو يستخدم هذا السلاح ضدي فبالتالي ممكن نحصل تدمير شامل يعني هو السؤال بصيغة اخرى هل هذه البنود ملزمة فقط لدول هي مجزمة لكل العالم طب بس مش كل الدول بتنفذها يعني وإلا ما كناش نلاقي في بعض الحروب خصوصا في منطقتنا العربية استخدام الاسلحة اللي هي نرجع نقول بتأثر على البيئة وبتعمل الجزئية اللي حضرتك ذكرتها الارض المحروقة يعني خلاص بيبقى المكان ده انتهى لو حدث هذا زي ما حضرتك برضو ذكرت في سوريا وغيرها بتبقى استثناء وبعد كده بتوقع جزئات على طول وبنلحق نشوف ليه حصل ده وتحقيقات والحاجات دي كلها مفروض ان هو مجلس الامن يقوم بهذا وان احنا نحاول نسيطر على الموضوع بقدر الامن العقوبات بتكون ايه دكتور؟ هو في عقوبات كتيرة جدا في عقوبات اقتصادية بداية يعني وبعد كده يعني يعني هي اساسها عقوبات اقتصادية لكن لو دخلنا برضو في عقوبات حربية بقى ان انا انت عملت كده فانا حنقفلك ودي مفروض مجلس الامن بيوظف اتحاد لردع الدولة المعتدية على البيئة يعني الحقيقة عايزة استوضح اكتر من حضرتك اذا يعني لم تستطع الامم المتحدة ان هي تفرض القوانين او البنود اللي تم اقرارها دوليا هل بكده بنكون يعني فقدنا كل ادواتنا لتحقيق الحفاظ على البيئة من الصراعات الحروب العسكرية ولا في ادوات واليات اخرى هو الوضع الحالي يبقى احنا كده فقدنا خلاص لان احنا اخرنا الامم المتحدة ومجلس الامن فاذا لم تجتمع الدول لان هي توجد وسيلة ان هي ترضع بيها دولة معتدية باعتداء يؤثر على البيئة بطريقة قوية والمدة زمنية كبيرة فبالتالي احنا مش هنضر نعمل مفيش في ادينا ادوات اخرى لكن اللي احنا بنعمله بقى حاليا كبرلمان علامة البيئة ان احنا بنعمل اتفاقية عالمية للبيئة الاتفاقية العالمية للبيئة دي يعني من جوانبها هي الحروب يعني بجانب ان احنا لغاية دلوقتي على فكرة اذا كان في موضوع الحروب ما احنا وصلنا يعني ما وصلناش لحاية لكن من باب اولى كنا مفروض نصل لاتفاقية الاحتباس الحراري واتفاقيات كثيرة جدا البيئة في العالم كله بتتدهور بسببها يعني عندنا مثلا وده ام المشاكل اللي دايما بقولها في اي مكان يعني انه هو الزيادة السكانية الهائلة ما دي برضو من اساسيات تأثير مباشر على البيئة طبعا ونشأة الحرب صحيح لاننا النهاردة انا عندي كمية ارض معينة بطلع خيرات معينة بعد كده بصيت لقيت العدد السكان العشرة بقى مليون فبالتالي لازم تقوم حرب علشان كل واحد صراعات طبعا على الموارد دي على كل حاجة يعني موارد متنقصة واعداد السكان متزايدة طبيعي يبقى فيه صراعات بالزبط كده فبالتالي احنا لازم من اتفاقية البيئة العالمية ان احنا نوجد حل جزري لوقف نزيف انا بقول نزيف الزيادة السكانية لانها تعتبر نزيف غير طبيعي يعني احنا بنهلك الموارد الطبيعية للكوكب بس انا يعني عايز افهم اكتر الدور اللي بيلعبه البرلمان العالمي للبيئة يعني ايه القوة اللي لدى البرلمان لتنفيذ سياساته او قراراته هو لغاية دلوقتي احنا يعني القوة نعيمة ليه لان احنا يعني انا انا بصفة خاصة عضو معلن فانا قاعد قدامك دلوقتي قدام الجمهور بكلم وبشرح لكن فيه اعضاء سريين ده بقولك الحقيقة ليه لانه احنا بنحاول بقدر الامكان احنا زي ما تقول كده العلماء حسوا ان احنا داخلين في حقبة هلاك يعني احنا شايفين بالكورونا هو الاثار ابتدت تظهر طبعا واللي انا حذرت منها من عشرين سنة فبالتالي احنا ابتدينا ان احنا ننتشر في العالم كله بنجتمع على الحاجات الاولويات اللي احنا مفروض نتكلم فيها وحطينا اتفاقية عالمية للبيئة ليه لانه كمان واحدة من المشاكل المؤثرة في الكرة الارضية وهي الاحتباس الحراري فشلت الجهود الدولية في احتواءها نعم 2015 اتعملت الاتفاقية وانسحبت بعدها دول كتير على رأسها امريكا فالنهاردة احنا ابتدينا ان احنا نخش في السياسات بتاعت الدول ان احنا يعني مش نخش في السياسات يعني لا خلينا وضح الكلمة دي اكتر ان احنا نحاول بقدر الامكان بدون ما نخش في السياسات نوظف او نؤثر على الرأي العام العالمي يعني هديك مثال كده بسيط كان من قريب من سنتين اقل من سنة وشوية كان فيه اجتماع للامر المتحدة لتغيرات المناخية واحنا ساعدنا ان مظاهرات قامت في العالم كله في جميع عواصم العالم على شاء من الشباب وخلت الامم المتحدة تعمل اجتماع مخصوص للشباب قبل اجتماع الحكومات ليه؟ لانه الشعب هو اللي حاسس بالمشكلة الحكومة اي نعم اه في ايدها في المشكلة لكن في نفس الوقت بتأثر عليها سياسة الدولة ما النهاردة انا لو انا مثلا قلت انا همنع الوقود الاحفوري والبترول والفحم مثلا في بلد زي مصر همنعه خالص وهامشي على الطاقة جديدة والمتجددة تأثير مباشر على حياتي استحالة ده هيتم لانه ده هيوقع للإقتصاد بطريقة كبيرة جدا نعم فبالتالي انا بحاول امسك العصام النص لكن احنا برضو عايزين المزيد كل شوية بنطلب المزيد مش هيجي كل حاجة صادل افكت وان احنا نخلي الكوكب اخضر في وقت قليل يعني لكن احنا على الضرب وبنحاول ان احنا بقدر الامكان لما هذه المواضيع ومن ضمن المواضيع وهي حديث برنامجنا النهاردة ان احنا حتى في حالة الحروب ازاي برضو نحافظ على البيئة طيب هنا احنا اتكلمنا في كل حوارنا السابق في اشكال الحروب والصراعات العسكرية المباشرة بالاسلحة او باستخدام يعني اجيال مختلفة وقفنا عند الجيل التالت طيب احنا لما دلوقتي في الجيل الرابع اللي هي الحروب اللا متماثلة والتدمير الزاتي وعدم موجود يعني صراع مباشر ما بين جيوش لكن اصبح الموضوع زي ما شفنا كده في ما سمي بفترة الصورات في منطقتنا العربية اللي هي يعني كانت عملية هدم للدول وطبعا الصورة واضحة تماما دلوقتي بعد مرور عشر سنوات على هذه الفترة طيب اذا هذا النوع من الحروب اللي هو مفهوش يعني شيء مباشر عسكري او يعني زابط امام زابط او جندي امام جندي حروب لا متماثلة من خلال الافكار والهدم الممنهج ده له تأثير على البيئة وتأثيره شكله ايه؟ تمام هو ده سؤال يعني ذكي جدا ومهم جدا لانه احنا حروب الجيل الرابع هي حروب إلكترونية واقتصادية وسوشيال ميديا وزي ما حضرتك قلت ان انا ممكن اخلي الشعب نفسه يدمر نفسه فهذا بقى التدمير هيوصل لغاية فين بالنسبة للبيئة هو ده السؤال المهم وازاي برضو نحافظ على البيئة في ظل هذا النوع من الحروب احنا وقفنا بقى حروب الجيل الثالث دلوقتي احنا موقفينها وهي اسلحة الضمار الشامل لكن عندك الجيل الرابع ده مهم جدا وبرضو له اثار لانه ممكن مثلا ان انقلابات الشعوب هتؤدي في الاخر لحكومات من الممكن ان هي تستخدم الجيل الثالث او ان هي تدمر البيئة بدون معرفة حقيقية بنواحي البيئة وكمان فيه بقى انواع تانية في الجيل الخامس الجيل الخامس بقى ويقال ان فيه الفايف جي لسه عليها كلام وانه استخدم الساتيلايتس بقى وان انا استخدم حاجات تأثر على ماس ميديا من غير ما ادرب رصاص هيدخل بقى يعني تقنيات الذكاء الاصطناعي كمان والزبط كده ان انا اشتغل بقى الدرونز والحاجات اللي هي تشتغل الالكترونية من غير ما يبقى فيه التدخل انساني خالص يده فكل ده تحت الدراسة واحنا في اتفاقية الاتفاقية العالمية للبيئة حطين بنود لكل هذه الاشياء بحيث ان احنا نحاول نسيطر بقدر الامكان وبرضو اديك مثال على السيطرة اللي مفروض بتتم حاليا يعني يعني مثلا التلاعب في الجينات والتلاعب في الكولونز وان انا اعمل استنساخ ماذا ده برضو ممكن انه يديني نتائج على المدى البعيد تؤثر على البشرية كلها نعم يعني حقيقة الموضوع له ابعاد في منتهى الاهمية اعتقد يعني العلماء والباحثين هيكون امامهم يعني شغل كبير جدا النواة ابحاث يعني الله اعلم بقى ما ده ممكن يصل لايه لرصد التأثيرات السلبية للاجيال الجديدة من الحروب دكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمي البيئة شرفتنا فهم شكرا جزيلا الله يخليك انا اللي اتشرفت بيكو انا بس عايز اقولك كلمة اخيرة ان احنا لازم كلنا نحس ان احنا عايشين في كوكب واحد طبعا ولازم كلنا نحافظ عليه علشان يعني للاجيال القادمة ان شاء الله تبقى ان شاء الله شكرا جزيلا مشاهدين انتهت فقرتنا لكن ما زال لدينا فقرات في ايامنا اشتركوا في القناة